في مظاهراتهم الأخيرة بطهران والمدن الأخرى فحناجيرهم التي هتفتوا عدونا هنا باسيج والحرس أنتم داعشون لا تترك مجالا للشك بشأن هوية الجهة التي يرونها المسؤولة عن تسميم بناتهم واستنتاجات أهالي الضحايا تقف على الطرف الناقيد للغموض الذي يلف قضية تسميم الطالبات في الرواية الرسمية بالرغم من تأكيد الإعلام المحلي استمرارها بحصد عشرات الضحايا السبت في خمس ولايات إيرانية على الأقل فالرواية الحكومية وعلى الرغم من إقرارها بتعرض الفتيات لهجمات بالسم الناجم عن عينات كيميائية في المدارس لم تحدد بوضوح هوية من وصفتها بالجماعات المتشددة المعارضة لتعليم الإناث التي ترجح وقوفها خلف عمليات التسميم كما أنها لم تعتقل أي من المنفذين في مفارقة لافتة لاحتجازها الآلاف من المشاركين في الاحتجاجات السلمية المناهضة للنظام منذ سبتمبر ويطفي اتهام النظام لأعداء خارجيين بالمسؤولية عن موجة التسميم المزيدة من الغموض على الرواية الحكومية بشأن قضية أوقعت منذ نوفمبر مئات اليافعات تحت رحمة نوبات الغثيان والاختناق والصداع وأثارت الغضب والاستياء بين الأهالي ضد السلطات وتتقطع شعارات الأهالي في اتهامها للنظام مع ما خلصت إليه المعارضة والكثير من الخبراء الغربيين في الشأن الإيراني فالدور الريادي الذي لعبته النساء عموماً والطالبات خصوصاً في الاحتجاجات الأخيرة يحدو بكثيرين للتساؤل بشأن ما إذا كان تسميم الفتيات في مدارسهن مؤامرة حكومية منهجية لإرهاب من شكلنا عماد المظاهرات المناهضة للنظام ترجمة نانسي قنقر